ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الزبارة حيث قال له بأن القلعة الجديدة قد بنيت أثناء الخلاف ولم تكن سابقا في هذه المنطقة وأن هناك إثباتات تامة بأن مأموري شيخ الدوحة قد أجروا كثيرا من التخريبات في بيوتنا والمحلات العامرة كما تصلكم الشهادات على ذلك أرفق صاحب العظم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بجانب مراسلاته السابقة وثيقتين موقعتين من قبل ثمانية عشر شخصا باعتبارهم شهود عيان يثبتون فيها الاعتداءات وطمسم عالم الدولة السيادية في الزبارة وعلى رأسها قلعة صبحة وهدموا بيوت رعايا البحرين في الزبارة قالوا فيها نحن الواضعون أسماؤنا أدنى نشهد شهادة لله أن البيت المبني في الزبارة إن الحصى من قلعة مرير والسقوف والأخشاب من المنازل التي كان فيها أتباع آل خليفة في منطقة الزبارة وقد رد المعتمد البريطاني الكولونيل آي سي جلوي على مراسلة صاحب العظمة بكتاب مؤرخ في التاسع من مارس ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين ميلادية قال فيه بخصوص القلعة الجديدة بمرير إنني على علم بأنها بنيت بعد اضطرابات سنة ألف وتسعمائة وستة وثلاثين ميلادية ومن مواد أخذت من بناية أو بنايات كانت في ذلك الوقت موجودة في المرير الدكتور حسن بن محمد آل ثاني نائب رئيس هيئة متاحف قطر شاهد أثناء تحقيقه كتاب مجموع الفضائل في فن النسب وتاريخ القبائل على دوافع تمسم عالم قلعة صبح العريقة فذكر في تحقيقه للكتاب المذكور ما يليه وقد أمر الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله حاكم قطر في الستينات من القرن الماضي بإزالة أطلال مرير وتم تسويتها بالأرض وكان ذلك ردا على ما قاله أحد شيوخ الخليفة إن مرير تشهد على تاريخ آل خليفة وهذا قول متعرف عند أهل قطر وقد أخبرني به صالح بن حمز الكواري وهو ممن اشتركوا في هدمها بالشيول كما قال ومن وجهة نظر علمية فإن ذلك يعد خسارة أثرية هامة وذكر الباحث والأكاديمي القطري الدكتور علي بن خليف الكواري في كتاب خاص بمذكراته الشخصية الموسوم بالعوسج عن إحدى رحلات الكشافة المدرسية إلى الزبارة عام 1957 ميلادية حيث ذكر معلومات فريدة عن مشاهداته وتناول فيها هدم القلعة بالبلدوزر في مطلع الستينات واستخدام حجارتها لدفن فرضة أشيرج شمال قطر حيث قال ومن النشاطات المدرسية أذكر قيام المدرسة عام 1957 ضمن نشاط الكشافة برحلة إلى الزبارة وقلعتها الأثرية التي لم يعد لها وجود اليوم بعد أن ضربت بالبلدوزر من أساساتها في مطلع ستينات القرن العشرين وقيل أن حجارتها استخدمت في دفن فرضة أشيرج شمال قطر وقد كانت قلعة الزبارة تلك بناء كبيرة أشبه بمدينة على بعد حوالي 2 كيلومتر عن البحر جنوب غرب القلعة الحديثة الراهنة التي شيدت بعد حرب الزبارة في عام 1936 ميلادية ويبدو أن تلك القلعة التاريخية معدة لمواجهة الحصار من البحر والبر وكان يربطها بالبحر قناة مائية وبها آبار ماء ومخازن وحضائر ويردف الكواري أخذنا صور معروضة أحداها أدنى واقفون على جدار أحد أبراج القلعة التاريخية المرتبطة بمدينة الزبارة بل بتاريخ قطر وأهلها والذي أزيل ولم يعد له أثر اليوم الحقوق تبقى لأبد كان هنا في هذه الأرض البحرينية الأصيلة مجتمع متكامل كان هنا العلم والدين والتسامح والوئام والحرية كان هنا المنازل والقلاع والمساجد والأسواق والموانئ والتجارة والرخاء كان هنا الأمن والاستقرار والعلماء ومبتقد تجار وموطن هجرة الأهالي والقبائل الذين عانوا من الاحتلال والقرصنة ومن أطماع القوى الأجنبية على ظفاف الخليج كل ذلك تم تخريبه وعمدا مجتمع مسالم تم تهجيره خسرا نخض حوارية وعمرانية تم هدمها وتسويتها بالأرض طمعا في خيرات هذه الأرض إلا أن كل ذلك لا يقير من التاريخ شيئا مهما حاولوا طمسه ولا يصلب من الحقوق شيئا مهما تقادمه في الزمن فالحقوق تبقى للأبد ترجمة نانسي قنقر